تزامنا مع التطورات الأخيرة في الجنوب السورية واستمرار أزمة المختطفين في السويداء لدى تنظيم داعش الإرهابية إضافة إلى نية النظام التوجه إلى إدلب أعربت وحدات حماية الشعب عن استعدادها للتوجه إلى السويداء بهدف تحريرها من التنظيم الإرهابي ففي حديث لصحيفة الشرق الأوسط قال القائد العام لوحدات حماية الشعب سيبان حمو أنهم لا يفرقون بين هجمات داعش على أهالي السويداء وتلك التي تعرضت لها منطقتين كوباني وعفرين في إشارة للهجمات التي شنتها التنظيمات والميليشيات الإرهابية بدعم من الاحتلال التركي على المنطقتين القائد العام لوحدات الحماية أكد أنهم أثبتوا نجاحهم في قتالهم ضد تنظيم داعش الإرهابية إذ حررت الوحدات ضمن قوات سوريا الديمقراطية حوالي ثلثة مساحة البلاد من التنظيم وبالرغم من إبداء مسؤولين في الإدارة الذاتية الديمقراطية في الشمال السوري رغبتهم بالمشاركة في عمل عسكري في إدلب وعفرين إلا أن حمو نوه إلى أنه ليس هناك خطة واضحة لأي عمل عسكري في إدلب كي يتم تقديم مقترحات بهذا الخصوص كما لفت أن العمليات العسكرية مستمرة من قبل الوحدات في عفرين وأن العمليات ضد الميليشيات المدعومة من تركيا ستتصاعد مع مرور الوقت